كويس كويس بص أنا متوقع أن فلورنينبينجا بكرة ممكن يعمل مفاجأ في عملية نص الملعب تحديدا تحديدا لأنه بلعب على بند مش عاوز يخسر عنده المنافس في مبارة الأخيرة زنبابوي خلص مطر أغندا وخسرت ننسفر ومفاجأ بالنسبة لفلورنينبينجا نفس الموضوع بالنسبة هي لعب مصر الدولة المستضيفة فرقة من أفضل الفرقة الموجودة في القارة الأفريقية المرشح الأول الفوس بالبطولة وبالتالي هو المبارة اللي فاتت بدأ برأس حربة واحد بالكمبو ممكن النهاردة نشوفه مختلف خالص عنده إليا المرأة اللي فاتت كوسط أيسر ما أداش بشكل جيد جدا وبالتالي أنا متوقع أن نلعب بإمبيكو كمدافع أيمن يوندولا وتسرند وإذا مصر حابة تكسب باللقاء لازم نلعبه على يوندولا وعلى تسرند البني الدفاع البني الدفاع ما أسوأ أمام موجودين في فريط الكونغولي في جاب كبير جدا ما بين منجولو وما بين بوكادي لعبة نص الملعب مع قلبي الدفاع وبالتالي سرعة صلاح ومراهم محسن وتريزيجي ممكن تفري كتير جدا في الربع ساعة الأولى أو حتى في نص ساعة الأولى لعب بإمبوكو يوندولا تسرند وماسوكو طرفين الملعب لهم بيكو وماسوكو إمبوكو أفضل شوية عشقة دفاع ماسوكو اللي مع محمد صلاح محتاج مساعدة وبالتالي ممكن نلعب بجاك موفو كثالث ارتكاز مع منجولو مع بوكادي يلعب أربعة تلاتة اتنين الاتنين هيشيل إليه وممكن نشوفه بكرة إمبوكو رقم عشرة يلعب على الطرف الأيسر ويلعب بولاسي واحد من اللعبين الكبار جدا يلعب على الطرف المين ويلعب إمبوكو كراس حربة في بعض ما الوقت يعدي إذا لقدر المصر ما حرسلش هدف أو المنتخب الكونجولي محتاجي بهدف ممكن نشوف تريزيرون بوتو اللي ما كانش موجود في الماضي اللي فات واحد من أفضل صنع اللعب اللي موجوده ليه ما كانش موجود اخترت مدرب الراجل تحط في جزء كبير جدا أنه لقى في المنتخب الوغاندي ضغط بشكل قوي عاوز يلعب على السرعة دي أرقام سريعة ترتيب العلامي 49 ترتيب الأفريكي 15 كما التسوقي 77 المحترفين 18 والمدير الفني فلوران إبنجي هو طبعا خسران 2-0 تريزيرون بوتو من اللعاب اللي تقدر تعمل ترمومتر كويس جدا في الملعب تقدر تعمل صناعة اللعب عنده لعب زيان بوكو لما كان خسران 2-0 لعب ببولينج ولعب ببا كومبو اتنين روس حرب وبالتالي مش محتاج لعب صنع لعب كان عاوز يغضط أكتر على المنتخب الوغاندي يوقف منتخب وغاندا ووقف أوتشو وإزراء لعبين الارتكاس بالنسبة لوغاندا وبالتالي المفاجآت ممكن تكون موجود في الطريقة بتاعة المنتخب الكونجولي في العناصر يعني يختار لعب الارتكاس تاني عشان يأمن البلد يفعل سيئين جدا بالإضافة طبعا للتغيير في بعض الجزئيات في الشرط التاني تحديد دبا كامبا هو طبعا نجم الفريق والقيمة التسوقية بتاعته 22 مليون يورو بيلعب فيه باكين طبعا الصيني وأحرز 19 هدف طيب أروح سريعا لكابتن رابح ومصر يعني أنا برضو لازم ديني دقيقة على مصر لازم لكن أروح لكابتن رابح على منتخبنا الواطني منتخب مصر شايفي زي أداءه في المباراة الثانية وسط جمهوره بعد الأداء وفوز على زينبابوي بهدف دونارد نعم على كل حل شفنا مباراة الأولى المنتخب المصري لم يقدم الكثير ما شفناش بمستوه الطبيعي في هذه المباراة وهذا شي طبيعي لأن مباراة الأولى دائما نشوفه نوع من هذه المباراة وشفنا نيجيليا أمام في المباراة اليوم لما فاز بهدف مقابل سفر أنا أعتقد أن المدرب المكسيكي تعلم الكثير من مباراة زينبابوي الآن بلا شك رح يرتب الأوراق تاو في مباراة الكونغو لأن الكونغو فريق ما شمل فريق اللي هو بدنيا قوي جدا وخسر أمام الأغندا لأن الأغندا فريق بدني وسجل هدفين الكرة تابتة بالرأس أعتقد الآن أمام المنتخب المصري جاء رحب مصري أمامكم على الشاشة نعم رح يلعب كرة الآن المشكل المنتخب المصري المفروض عليه ما يلعبش كرات طويلة من الدفاع إلى صلاح من الوسط إلى صلاح يحتفظوا بالكرة ويلعبوا كرة نظيفة لأنه فيه وقت فيه وقت ممكن يسجلوا أهداف كثيرة لما يلعبوا بتركيز والطريقة يلعب بأربعة ثلاثة ثلاثة المفروض لثلاث لعبين الموجودين في الميدان منهم السيد حمد والنيني المفروض يشاركون مع الهجوم